السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم طريقة تصلح بيها كل ملفات الويندوز المعطوبة اللي عندك تستبدالها بملفات جديدة كأنك اللي استمسطة نسخة ويندوز جديد لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمنطقة البساطة حضرتك تروح رايح على شريط المهام اللي موجود عندك وتيجي في خانة البحث تكتب كلمة باورشيل تمام كده هيزهر معاك اللي هو الباورشيل اللي هو ويندوز باورشيل تضغط عليه تشغيل كمسؤول اما حاجة اللي هي تشغيل كمسؤول وتنتظر لحديث ما يفتح معاك الباورشيل بالصورة اللي حضرتك شايفة ديت هتيجي تاخد الامر البرمجي اللي انا ان شاء الله هتركوه لك في قلب صندوق الوصف تاخده نسخ زي ما انا بعمل كده تمام وتيجي تقف في قلب اللي هو الباورشيل وتعمل كليك يمين هتلاقي الامر البرمجي ده تم لصقه تضغط بعد كده على انتر تمام هتبدأ تظهر معاك شاشة العديد ديت هتنتظر لحديث ما تظهر معانا الاداة اللي نستخدمها في اصلاح كل ملفات الويندوز المعطوبة واستبدالها بملفات جديدة تابع معايا الفيديو لحظات بسيطة زي ما حضرتك شايف كده زهرت معانا الاداة اللي احنا نستخدمها في عملية الاصلاح الاداة دي اداء خطيرة جدا في اصلاح كل ملفات الويندوز المعطوبة واستبدالها بملفات جديدة كل اللي انت هتعملها تروح رايح على اللي هو كونفج تمام هتضغط عليه وبعد كده تنزل تاخد حاجة اسمها سيستيم كورريبشن اسكان سيستيم كورريبشن اسكان تضغط عليه تمام كده سيستيم كورريبشن اسكان ده هيعمل اربع خطوات لاصلاح ملفات الويندوز المعطوبة عندك واستبدالها بملفات جديدة زي ما حضرتك شايف كده دي اربع خطوات للاصلاح هو دواتي في الخطوة الاولى اللي هي تشيك ديسك تمام هنبدأ ننتظر لحد ديت مع عملية المسح دي تتم زي ما حضرتك شايف كده هو عمال يعيد معك كل اللي انت هتعمله هتنتظر حوالي عشر دقايق لحين انتهاء الخطوة او مجموعة الخطوات الاداة دي هتعملها كل اللي انت هتعمله هتنتظر تابع معايا الفيديو زي ما حضرتك شايف كده العملية الاولى انتهت بنجاح تمام كده هنبدأ ندخل في المرحلة اللي هي التانية عملية الفحص رخم اتنين هي اربع مراحل المرحلة الاولى تمت بنجاح تمام كده فحص فيها الهارد ديسك الخاص بك وعمل عملية اصلاح وصيانة ليه هنبدأ نفحص ملفات الويندوز ونبدأ نصلحها ويعمل عملية استبدال الملفات المعطوبة كأنك لسه مسطة بنسخة ويندوز جديدة طبعا هننتظر لحين الانتهاء من عملية الفحص بالكامل تابع معايا كده المرحلة التانية دخلة على الانتهاء اصبحت مية في المية زي ما حدرك شايف كده كومبيلت طبعا بيقولك ان العملية تمت بنجاح ندخل على الخطوة اللي هي التالتة فضل اخر مرحلة كمان كمان كده هيبدأ برضو يعمل عملية اصلاح لنسخة الويندوز واستبدال الملفات المعطوبة اللي فيها هيبدأ هنا يظهر المؤشر لعملية الاصلاح واستبدال الملفات زي ما حدرك شايف هي بقت ستة في المية هننتظر طبعا لحين الانتهاء من هذه العملية وندخل على المرحلة الرابعة لاصلاح نسخة الويندوز واستبدال الملفات المعطوبة اللي فيها تابع معايا الفيديو للنهاية طبعا زي ما حدرك شايف كده المرحلة اللي هي التالتة انتهت بنجاح هنبدأ في المرحلة الاخيرة اللي هي المرحلة الرابعة كل اللي انت هتعمله برضو هتنتظر لحين الانتهاء من استكمال عملية الاصلاح تابع معايا الفيديو للنهاية عشان اعرفك في الاخر هتعمل ايه طبعا كده اصبحنا تسعة وتسعين في المية العملية تقريبا انتهت تمام زي ما حدرك شايف كده ان هو بيقول لي ان هو تم اصلاح النظام بنجاح عملية الاصلاح تمت بنجاح هنا بيقول لك اضغط على اي مفتاح بعد كده حضرتك هتقفل اللي هو الباورشيل تمام كده انت مش محتاجه كل اللي مطلوب من حضرتك بعد كده ان انت تعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك هتحس الفرق كبير كل المشكلات اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر هيتمنى اصلاحها في هذا الموضوع طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعم الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته